طب حضرتك تتصور تغيراً قادماً في السياسة الأمريكية الخارجية خصوصاً تجاه منطقة الشرق الأوسط ومصر؟ آه يعني هيبقى فيه متغيرات ومتغيرات مش هتبقى سهلة خلال فترة المقاطعة أو أزمات الدول الخارجية ومصر مع قطر ومع تركيا هيحصل فيها إيه؟ أكيد هيحصل فيها تراجع مش من مصر أو يعني مصر موقفها ثابت من 20 أو من 25 سنة منذ نجق القناة الإرهابية المملوكة القطر آه إحنا كنا وصلنا خلال الفترة الفاتحة إن قطر وتركيا بدأوا يعانوا اقتصادهم وبدأوا يبقى فيها أزمات وهيبدأ يبقى فيه تراجع هل هتبقى الرعاية الأمريكية خلال الفترة الجاية كان ترامب متبني قصة إن قطر عندها أزمات وإن قطر بتطير على الإرهاب آه هل ده هيتغير؟ ما بايدن كان ليه تويتر شهيرة من شهر 7 اللي فات بيقول فيها أن أردوغان لابد أن يدفع تمن ما فعله فإذاً ده ممكن يعني يتم ترجمته إلا أنه هيبقى فيه وقفة مع قطر وإيران مع أردوغان مع تركيا مع تركيا دلوقتي رعي المثلث الإرهابي اللي موجود في مدد الشرق الأوسط عندنا أزمة مع مش مصر أمريكا عندنا أزمة مع إيران إيران بتأمل التراجع في القرارات اللي أخذها ترامب اللي أضرت باقتصاد الإيراني وهو قال لبايدن أنه هيرجع للاتفاق النووي الإيراني الأمريكي هيرجع هيرجع وترامب نشر صورة تجمع بايدن وجنبلات في لبنان أكيد فيه موقف هيحصل في لبنان بمعنى إيه؟ في التلفزيون نحتاج لتوضيح أكتر وليد جنبلات يمثل منطقة متطرفة إسلام سياسي حاجة زكاة يعني هو دلوقتي أنا منطقة اللي موجودة سواء لبنان أو جزء من فلسطين المحتلة حماس وحزب الله هيحصل تراجع في السياسات الأمريكية في المنطقة دي وما أظنش أن فرنسا هتسمح بأي تدخل أمريكي في لبنان دي خط أحمر تمام إيه؟ فيه متغيرات فيه احتكاك هيحصل مصر على الخريطة فين؟ مصر أنا ما زلت مسر أن نحن طالما إحنا عنينا في كورونا عنينا من ثورتين عنينا في اقتصاد شبه منهار ايه؟ اقتصادنا بدأ يقف بشكل كويس في الوقت الحالي مصر تقود ولا تنقود أنا هلجأ لمجلس الأمن في موضوع ست النهضة وكل خطواتي هتبقى متاحة للعالم كله أنا ما عنديش أي تخوف أنا تسليحي بالكامل معلن والحمد لله تصنيفاتنا في الجيش المصري عالية عندي أكتر من سوق سلاح ألمانيا فرنسا السين روسيا وخلاص يعني أنا ما أظنش أن أمريكا عند أسنع يعني نحن كنا في مرحلة سلعات مسلحة وإرهاب موجود في العرش هيطلع بايدن يقولك إن إحنا ما نقضيش على الإرهاب اللي في العرش ما أهما الإرهاب ده ولا هو يقدر يصرح بده الإرهاب ده موجود في أمريكا وفرنسا بتعني منه وفي ينا بتعني منه وكل العالم بدأ يعني منه ومصر أول الدول اللي حذرت في ينا النهار ده بتحصر إيه؟ الإخوانه حماس مصر حذرت من ده من 2013 بنحذر من جامعتين مسلحتين موجودين في أوروبا فرنسا لما حصل فيها أزمة الرسوم أردوغان حرك الجماعات الحركة بتاعته الموجودة في فرنسا يعني كمان أردوغان كان بيرسم عن طريق اللاجئين أو عن طريق الأطراق إن أنا بقى موجود قوة ضغط جوة الدول الأوروبية بالكامل ومن برّة بيبتزوهم عشان ما يبعت لهمش مزيج ما يبعت لهمش لاجئين آه ما يبعتش فمنهار ده لا مصر دولة مستقلة لا تصدر الإرهاب لا تهدد أي دولة مصر اقتصادها قوي إحنا ما ظنش إن فيه أزمات أكتر من السنة بتاع الكورونا طبعا ما زالنا موجودين طيب بعيدا عن مصر لأنه يعني